طيب السموسين بقى special filtering يعني ال special filter اللي احنا عاملين ممكن نستخدمه في ايه احنا شفنا الوقتي ازاي عملنا له generation يعني هو ده اللي عملنا له generation ده عبارة كان عن average filter عادي وده عبارة عن gaussian function شفنا ازاي عن طريق ان انا عايسي من build shape وازاي يقسمها ومنها generative filter طيب في اشكال filter مشهورة احنا ممكن نستخدمها زي ما هي كده عطور ففيه زي ايه بقى زي مسلا smoothing filter smoothing filter ده هو filter بيعمل smoothing ايه لازمته والله بيعمل اللي موجودة في السوق يعني لو السوق فيها نويز فانا عن طريق ان انا بفاعمل لها يعني بشيل التغييرات اللي مفاجئة فيه smoothing ده هو اللي باسفل فعن طريق ان انا بعمل لها blowing كده بامسح التغييرات اللي فيه التغييرات المفاجئة اللي فيه فده ممكن ايه اشيل noise فانا احضر كمان اشيل small details الموجودة في السوق وسيب بس large details ايه تعرف في small details اما دواتي عندي ويندو ابقوا عن 3 في 3 اي details مثلا حجمها اصغر من 3 في 3 ده من نسبال small واي details هيبقى حجمها كبير اكبر من 3 في 3 ده large فهو عايسيب اللوج وعايشيد small طيب لو فيه gaps في الصورة برضو حاملاها يعني مثلا فيه gaps وغنونا كده لون هبيض ما بين حتة كبيرة او سودة طيب انا عملت smoothing علي ان انا ملقتي الحتة البيضة دي طيب ده كده نستخدمه في ال boy processing tasks فيه بعد كده ممكن كمان noise reduction دي هو الاستوب اللي احنا شغلين به حد الوقتي ده linear filters كمان شوية هنشوف non linear filter عامل ازاي مش عايبقى عن just convolution or correlation ده اسلوب مختلف هنشوفه كمان شوية بوضو يعني فيه شكل noise reduction ممكن يحسب non linear filters انا فاكرة ده نعمل ايه زي ما كنا بنقول كده ان انا بعمل ممكن لكل بيكسل في الامج باكرة 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 لو عندي edges في الصورة يعني لو انا واقف كده متصوى وهو background فانا عبقى عن edges فال edges بتاعتي دي هتبدأ تضيع فدي هي مشكلة smoothing filters طيب في application تاني ان انا ممكن مسلا لو انا لو انا صوت الصورة والصورة دي كنت كل انتيس تي بحطها في وباعة بيكسل مسلا بس بدل اسمها ايه دي بدل تمانية بيكسل فالباعة بيكسل دول كانوا بيشيروا بيشيروا اتنين قصة وباعة اللي هي 16 فتلاقي ان الصورة شكلها بيكسلات التغير وفيها تغيرات كده وفجأة كده ان كل ان فيه فقق كبير من كل بيكسل دي وانتيس بيكسل دي يعني انا ما عبقتش عن الكل بيكسلات كويس يعني ما حطيتش عدد بيكسلات كتيرة في الانتيس تي فقدر عبت عن كتير وعبلت عن كتير فيحصل ان انت تحسك ان فيه تغيرات مفجأة كده في الصورة فالبلوين بتاع الصورة والسموسينج ده ممكن يشيل تغيرات المفاجأة اللي موجودة طيب وده برضو ممكن اشيل بي السموسينج ده اشيل بي الاريوليفانت ديتيلز في الامج اللي هي فيه مثلا ديتيلز كده موجودة زغيرة في الامج بالنسبة لحاجات كبيرة في الصورة يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه فوق هنا اللي هو بس يعني بيسموها في الريفانس باساليب مختلفة اللي هو نفس اكيني بيسيل من الاريوليفان اللي موجودين حواليها انا جوزت المجمع اللي حواليها ديتم زي ما هم كده وستعمهم معا عددهم فده هو بيبقى الا الاوبود بتاعي انا باخد افرج عادلة من البيكسل اللي في النص ومع البيكسل اللي حواليها طيب. ده البوكس فلتر. الويتد افريج بقى انه لأ بقوله والله برضو ايه? انا انا كاكدة انا بعمل الكلام ده عشان اشيل اللي في النص دي وحط واحدة مكان. فانا الحقيقة ان اكتر حاجة مميزة للي في النص هي البيكسل القديمة اللي في النص. فمجمع الشي جامعة متساوي. لأ. ادي دي ويت عالية. وادي اللي ابعد منها ويت اقل. وادي اللي ابعد منها شوية ويت اقل. في المنزر ده. في الاخر برضو اجمع على مش هنقدردهم بقى على مجموع الويتد. لكني بجمع على 16. 4 زي 2 زي 2 زي 1 زي 2 زي 1. طيب. فده اسمه ويتد افريج. فانا بدي ويت. البيكسل المعينة. ده بيقللي اللي بيحصل في الامج. ده ممكن يخليني اشيل نويز باسلوب افضل من الاسلوب اللي بنيشيل بيه. وادي. deannight يريد بنا مش تلي. او افريج فيلتر. طيب. يا ؟ هذه المعابلة بتاعها. المعابلة difícil. هذا المعابلة لي شوية.related. في الوضع المشاهدين الفيلطر اللي هي هناها تقوم بتعديد الفيلطر فاكنوا 1 على 16 فيه الكونفوليوشن اللي هو ايه يمكننا لنشح حاجه جديده لدي شكل المعابل بتيعت الاسموذيين في سبيشير الفيلطر طيب ده مسلا ايه دي السواء دي مشهورة جدا كتيد فيه ناس كتير هشابتها دي السواء standard استخدم في ان انا اا اقاوم ما بين كامواات. يشوفك عني كامواة اللي بتطلع لتصورة الفضل. يعني لو انت مثلا تخش مصلا على موقع قبل. وتشوف المكونة مصلا ما بين آيفون 6 وايفون 6 اس وايفون 7 وايفون 8. بتلاقي ان هو يحضط لك مصلا السورة دي ويقول لك على متزهب الاسلوب الفلاني. وعلى متزهب الاسلوب الفلاني. وعلى ايد متزهب الاسلوب الفلاني. فالسورة دي يسوع بعض الاستردام ان انا اقوم ما بين اكتر من امج. حلو. طيب. انا اخدت بقى السورة دي. دي هي الايجنال. وانت هعمل عليها اا smoothing filters بويندوز مختلفة. يعني دي احط ويندو ثلاثة في ثلاثة. ودي ويندو خمسة في خمسة. ودي تسعة في تسعة. ودي خمستاشر في خمستاشر. ودي ودي خمسة وتلاثين في خمسة وتلاثة. واشوف ايه اللي بيحصل. فعلا ان فعلا ان على قد حجم الويندو. على قد بقى ال small details ببقى لها بقى define small details. يعني هنا الويندو ثلاثة في ثلاثة. فممكن تلاقي ان الحصد اللي تأثر هي الويندو الاوانية الصغيرة دي. اللي هي ثلاثة في ثلاثة. بعد كده بقى خمسة وخمسة هتلاقي ان تانية دي هي اللي بتتقصروا. طبعا دي ودي بتتقصروا لانهم اصغروا منها. لكن بعد كده ممكن تكون بتقصرت اقل. وهكذا بقى. هتلاقي ان انت الحد الخمسة تأتي في خمساتين هتلاقي الكبير نفسه ايه بدأ يبوز منه. فهي بتبص على details الصغيرة. ده اوضو كذلك لو بدأت تبص على شكل الايه? هنا وهنا 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 وهنا. فبالموزة ده تقدر تكون ما بين انت عايز تعمل. انت المفروض تحط ويندو ماسك للفلتر على حسب حجم الديتيلز اللي انت عايز تضيعها كدام وتحطها بقى وحيد كلها وحيد كده لو انت عايز تعمل equal averaging او انت تحطها بمش وحيد لو انت عايز تعمل weighted average او تدزاين الفلتر ماسك بتاعك الخاص بقى عن طريق ان انت تشوف المعادلة 2 dimension بتاعتك وترسامها كده فكده تبدأ تعمل لها ايه تبص عليها من فوق تبدأ تعمل لها sampling وتاخد samples اللي تحطها في اماكن اماكن الويندو بتاعك طيب ده smoothing special filters نظام بلتاني لها كده مثلا دي شوق مثلا متسوعة للسماء بالليل او الفضاء تمام انا عايزة ايه عايزة اصلا في certain application اعاد اعمل counting لعد clusters of stars طب اعمل counting ده ازاي لو انا مصرت كده صعب او اعمل counting او هتطلع حاجات صغيره و حاجات كبيره فانا عايز ايه اعمل ايه اعمل اول smoothing تمام ؟ ليه الامج بالمنظر ده فعليه ان الحاجات الزغيره دي في حاجات الزغيره دي دوعة خلاص بدأ يبقى عندي clusters اللي اعمل دي بعد كده اعمل حاجات اسمها three-shoulding سلوشاند دي ده اللي هو شرحنام شوية اللي هو كبير في العام كده في الحاجات الاصغر من certain intensity و اللي يكون مثلا ١٢٨ بخليها سيف في الحاجات الاصغر من ١٢٨ بخليها ٥٥٥ نطلع لي الامج بالمنظر ده الامج دي ممكن استخدامها ان انا ابدأ أكاونت عدد الكلاسترس اللي موجودة في السوء اللي كانت عندي هنا بأسلوب بسيط و الكمبيوتر يقدر يكون تلك الكلاسترس دي بأسلوب بسيط بدلا ما انا كنت عندي مشكلة في الامج فدي ايه ده شكل people assessing احنا عملناه عشان نوصل الامج موصي طبول لسائة الامبليكيشن عندي طيب فيه تاني حاجة ما اريد ان اتكلم فيها اللي هي non-order non-linear filters احنا تكلمنا من شوية عن linear filters اللي هي تتعمل بcollation فيه بأى non-linear filters من الامبلي اذا اعتها او الامبلي اذا انا اتكلم عليه حاجة اسمها order static filters الorder static filters دي هي filters بتفلتر الامج بس مش بناء على بناء على اي الالجوزم معين يعني مثلا انا عندي ايه احنا قلنا مثلا فكرة filters ان انا باخد البيكسلية مع النابولز بتاعيتها طيب طيب بدلا ما باخد بقى البيكسلية مع النابولز بتاعيتها دي واعمل لها Convolution مع mask لا انا مش حعمل كده انا حعمل الالجوزم معين ولكن هنا في حاجة اسمها medium filters ان هو بياخد البيكسلات دي ويقوم مقتبها تلتيب تصعودي مثلا ascending او descending مثلا لو البيكسلات كانت هنا واحد عشرة عشين اثنين تلاتة خمسة سفر اربعة واحد بقول ان انا اخد تلتيب تصعودي بتاعي يبقى واحد واحد اثنين تلاتة خمسة عشرة عشين في سفر هنا في الاول بعد كده اخد اخد الواقم اللي في النص انا دولكم واحد اثنين تلاتة خمسة سبعة خمسة سبعة نحوض تسعة واسر هنا في الاولية هنا رقم اربعة تمام فاخد ايه الواقم اللي في النص يعني تسعة ان في النص فيهم يكون رقم خمسة بعدين فيه قبلة اربعة وفيه بعدين اربعة. فاخده الى اقم 5. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. فاقم 3 ده هو ورقم فيه بعدين 4 اقم وفيه ابليه اقم. فيه ابليه اربعة اقم. فكده اخد وقم 3 ده هو اللي اضطه في ال new image. الآن المنوج اضط فيها وقم 3. بالصغفة ايه هو نفس الوقت. لكن الراحة التانية مش هيطلع نفس الوقت. بيبقى حلو في ايه؟ لو انا عندي النويز اللي عندي مش بتتغير لها بتجيلي لقامة مثلا زف ومتل خمسة لخمسة زي حاجة اسمها صوت انت بيبر نويز لو بصينا هنا مثلا دي سوق لبويل بورد مثلا عليها نويز تحس انها زي ملح وفلفل كده محطوطين عليها لو انا عملت سموسينج عادي بأفوج فلتر ثلاثة في ثلاثة يعني قدي حمل ملح ايه او الفلفل ايه هتطلع كده فتطلع ان انت السوق مش حلو بوضع لكن لو عملت الميدينفيلتر اللي هو الميدينفيلتر بسردام تلاتة في تلاتة في مصد عليه انها في الوقت كده شلت ايه؟ شلت السلطان بيرو هو الاسمه سلطان بابر لأيما كنته بيبقى ربيض لسود يعني لسفه لأمتير 55 فالميديان هو في كتل نوة بيقتب فالسف هيطلع لأيما في الأول هنا ومتير 55 هيطلع في الآخر فأيما كانت الأقامل في النص فيه انا ااخد الميديان بتاحه وحاومي اللي في الأول وفي الآخر فكده انا اضامن ان انا مثلا حاجة زي السلطان بابر نويس دي لازم هتنشال معي لان انا كده كده باخد ايه وقم اللي في النص ده فدي ده اجزامبل للنان دينير فيلترز طيب بعد كده هنتكلم بقى ان شاء الله في الفيديو داي على اللي هيك انها يعني دي كانت شكل ايه بشكلها اللينير ومشكلها النان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة